نقاش خلال هذا الموعد الإخباري حول ملف السكن والسيغة السكنية الجديدة الترقوي المدعم البيا أزيد من 70 ألف وحدة سكنية في سيغة الترقوي المدعم سيتم إنجازها سكنات البيا 50 ألف دينار للمتر المربع دون احتساب قيمة العقار للقضاء على فوضى إنجاز السكنات سجل وطني للمراقين العقاردين يضمن المتابعة لمتابعة أشغال هذه الإنجاز وطيرة السكنات وكذلك سيغة الترقوي المدعم هل سيلتزم المراقون العقاريون بأجال تسليم هذه السكنات للحديث أكثر عن الموضوع يحضر معنا في الأستوديو السيد برح زياد مكلف بالعلاقات والإعلام بالمنظمة الوطنية للمراقين العقاريين مساء الخير سيدي مرحبا بك وشكرا نشكركم على الضيافة هذه لتوضيح بعض الأمور فيما يخص هذا المشروع التموح الخاص بالإسكان في الجزائر نحن كمنظمة وطنية للمراقين العقاريين نثمن الشيء الذي جاءت به الوزارة في مشروع القانون الجديد هذا الترقية العقارية وهذا يدل على أن الوزارة كانت صغات للاقتراحات المقدمة من طرف المنظمة خلال هذا الأشهر الماضي المشفقة كان عندكم اجتماع مع وزارة السكن اجتماعتم فيما يتعلق بأهم البنود التي ستكون ضمن هذا المشروع نعم نحن تلاقينا في ما يخص الفوند قارونتي هو المكلب المرقين العقاريين صندوق الضمان انتع المرقين العقاريين وقدمنا اقتراحات انتعنا كمنظمة ونحن شفنا يعني معظم الاقتراحات كانت جزد والاهم فيها هو الاقتراح لقدمته المنظمة فيما يخص العلاقة بين المكتب والمرقين العقاري لانه باش ما يكونش فيه باش نرفع كل اللبس على المشاكل اللي كانت صارية مقبلة ومطروحة واللي كانت تعلق عليها كل المشاكل انتع فشل البرامج السكنية احنا كان الاقتراح انتعنا انه الصندوق السكن اللي هو سيانل هو اللي رح يقوم بهذا الدور اللي يربط الدور الواسيط بين المرق العقاري والمكتب طيب سيدة براح زيادة صيغة الالبيا والتقوي المدعم ما هي الامتيازات لتميز هذه الصيغة السكنية هي لانه القانون المالي اللي تحطي للتوضع في هذا القانون في هذا البرنامج الجديد هو اللي يخلى يميزه على البرامج السابقة والتفاهم انتع معالي الوزير يعني دي انه ابن القطاع يعني يعرف القطاع من كل الجوان بنتاعه والإصغاء انتاعه الكفت الفائلين في هذا القطاع خلع يباش يجي هذا البرنامج الجديد يجي مارين ليقدر يلقى فيه المعقل العقاري نفسه والإدارة وكذا المكتب طيب سيد برنا نجد كذلك بأنه بالأمس لما اجتمع وزير السكن مع مدرأ السكن كان تحدث بالكثير عن هذه الصيغة صيغة الألبيا وما يترتب عليها من بين ما أشار إليه وزير السكان أنه أعطى كذلك تعليما للولاد بضرورة تحضير التقني لهذه الصيغة لابد باعتبارها يعني صيغة محلية لابد أن يتم تجنيد كافة الأطراف الخاصة بهذه الصيغة السكنية وهنا الحديث يقودنا إلى المراقين العقاريين كذلك للوزارة تحدث فيما يتعلق بهذا الموضوع صيغة الألبيا عن دور المراقين العقاريين من خلال الإعداد لسجل وطني للمراقين العقاريين ليضمن متابعة وسيرورة إنجاز هذا السكنات طيب هذا السجل الوطني قريبا سيتم الإفراج عنه هل لكم أن تضعونا في صورة أهم ما جاء في هذا السجل الوطني أكيد لأن المراقين العقاري هو بطبيعة الحال هو اللعب الأساسي في هذا البرنامج وهو اللي سيقوم بالدور الإنجاز وعلى هذا البرنامج أنه سيكون عامل مشترك كما صرحنا مقبله وكما طالبنا أنه يكون فيه تكافة على الجهود بين كل المستويات من البلدية حتى الوالي الولاية لأنه بطبيعة الحال كل ولاية وكل منطقة وطبيعتها وإمكانياتها على هذا لكي يكون التنسيق ويكون ربط استدرق الجهود بين بعضها لبعض سنقلل من كثير من المشاكل التي نعيشها مقبل وخصوصا فيما يتعلق بالبيروقراطية الإدارية لخلات يعني كما نقوله كما نقوله لأخر اسمها يعني هذا المشاريع ما زالت تعاني خلاتها تعاني وكان بعض المشاريع رأيت تعاني لحد اليوم وهذا التنسيق هذا والعمل الذي جاء بها هذا البرنامج كما قلنا راح يخلي البرنامج مالين والناس كل تقدر تتعامل فيه وتقدر ترافق بعضها البعض من أجل التوصل لإحداث الوثبات كيف ستتم المرافقة؟ هو بطبيعة الحال أنه هناك منظمة من الجانبين تقنا قمنا بعدة سعينة فيما يخص لأحوب المرافقة العقاريين لأن المنظمة على رأسها سيد نوردين صحراوي محمد نوردين صحراوي قمنا بالتصالات أهم ما يميز لأنه شوفوا اليوم المراقين العقارين specialty بالكثير من الأحيان يقول لك أن المراقع العقاري لم يلتزم بأجال تسليم هذه السكانات دائما يبقى في هذه الخانة هي فيها كلام كثير لنرجع إلى هذه الحديث لأن وقفنا في عديد من التقارير وفي عديد من الأحيان ووقفنا أنه الكثير من الصيغة السكانية يقول لك أن المراقع العقاري لم يلتزم بالأجال اليوم هذه الصيغة صيغة ترقوي المدعم الألبيان نجد أن وزارة السكان يعطيت مجموعة من الحلول بحد ذاتها. وكذلك مجموعة من الإجراءات التي ستتبع. اليوم كل طرف يجب أن يلتزم بما أعطي إليه. بكل الأدوار التي المنوطة من أجلها. أكيد. ولكن على أي مرقي عقاري أو لا؟ على أي مؤسسات عقارية نتكلم؟ أن نتكلم عن المؤسسات العقارية الخاصة أو العمومية؟ لأن نفس المشاكل التي تعيشها المؤسسات العقارية. المرقي العقاري. هل سوا في الخاص ولا في الآب؟ لأنه كما قلنا. إذا خذنا في هذا الحديث ستدينا وقت كبير. المشاكل المترتبة على هذا الأشياء. على عدم التسليم. لأنه كل ولاية ومشاكلها. الثاني كان فيه الأداء. أنت بعض المسؤولين. على المستوى المحلي. وهذا الذي خلق بعض المشاكل. المشاكل الإدارية. المشاكل الإدارية. البيروقراطية. لا يتسلم له عقد العقد على الأرض من مدة أربع سنوات. يقعد عامين. هذه بعض المشاكل التي خلت السكنات المقبل لا تنجيش. وثاني. بعض أمور التي تقيس مباشرة المرقي العقاري. هي بعض المكتتبين. نعطيك معلومة. أن بعض المكتتبين التي تحصلوا لعقود مع مرقيين العقاريين. ومؤسسات تعترقية عقارية. كائنين التي لا يخلصون ويقومون بأداء المستحقات تلقى جزء يخلص. الجزء الصغير يخلص. ويروح ضحية الجزء التي لم يخلص. هذه المشاكل التي بها المرقي العقاري. وقوفا عن هذه المشاكل. نجد بأن الوزارة الوصية تحركت في هذا الأمر. وفي صيغة الترقوي المعدعم الألبي. يعني أعطات جملة من الإجراءات التي ستعتمد. من بينها ضرورة مراقبة منجزات المرقين الأحرار. وتدخل لحل كل الإشكال التي تحدث بينهم وبين المواطنين. ستكون هناك حلقة وصل. كذلك الوزارة الوصية طلبت من المدراء السكن على كل للولايات أن تكون هناك حصيلة لإنجاز هذه الوطرة. اليوم المرقين العقاريين هل بإمكانهم أن يلتزموا بكل الأجال وبكل ما أسند إليهم من مهام؟ أكيد. لأننا منذ قدوم الوفد الجديد على وزارة السكن. قمنا بمبادرة وأننا قمنا بعدة اتصالات. ولتزمنا أن نرافق الحكومة في إطار هذا البرامج البرامج الواعدة. ونحن نحن نحن نفوسنا طرف في هذا البرامج. ونحن ملتزمين ومستعدين لكي نخدم بشاركة مع الوزارة والولات. وفي هذا الإطار أن نمش مناسلات للوزارة والولات أن نحن ملتزمين لكي نكون أكثر هذه الأملية مع الوزارة. نتحدث عن سيغة كذلك ترقب العموم للأل بيا. وبالنضاء إلى سيغة أخرى أكيد قفقتنا على عديد من المشاريع. اليوم سيغة الأل بيا. وشحد تضيف للمواطن الجزائي أنه منذ إعلان وزارة السكان عن هذا السيغة. الكثير من المواطنين يتساءلوا فيما يتعلق بخمسين ألف دينار للمتر مربع دون احتساب قيمة العقار إلى غير ذلك. لو تضعنا في الصورة سيدي. هذا هو المهم. هذه هي النقطة المهمة التي لا نتفق فيها مع الأوضاع الحالية. لأن طلبنا كمنظمة وكمرقيين عقاريين المبلغ المعدل التي تكون أن ننجز هذه المشاريع بأرياحية وكما يقول سيد معالي الوزير أن تكون فيها شركة رابح رابح أن تكون بين 60 ألف دينار. طلبنا بين 60 ألف و68 ألف دينار. ولكن بهذا السيغة هذه ستجعل أن نطلب تعاد هذا النظر في المبلغ إذا حبينا نجره إنجاز فعلي وإنجاز ذو وثبة محقق في الميدان لازم نعطيه الأشياء حقها. لماذا احتردت باختصار على هذا المبلغ لأن المبلغ الحقيقي والثمن الحقيقي للمطر المربع اليوم في الجزائر غير شيء هذا الذي جاء به البرنامج. لأن شبنا المشاكل يصرات في البرنامج السابقة. هذا السبب من تحل الأول هو أن المبلغ لم يكن تتماشى مع السوق. جزي للشكر لك سيد براح زي المكلف بالعلاقات والإعلان بالمنظمة الوطنية المرقين العقارين على كل هذا التفاصيل والتوضيح. جزي شكرا لك.